موسيقى نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية النورسات وتلفزيون تليلوميير والبداية مع العنوين البابا فرانسيس على كل إنسان أن يكون حرا فيما يتعلق بخيارته الدينية الكاردنال بيتسابالا نقف دائما إلى جانب من يعملون من أجل الخير الخارجية الفلسطينية تدين فرض ضرائب على الكنائس في الأراضي المقدسة وفيها أيضا العنصرة معاني ودلالات في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور أهلا بكم خلال استقباله في الفاتيكان وفدا إسلاميا من بولونيا قال قداس البابا فرانسيس لقد علمنا يسوع أن نقبل بعضنا بعضا كإخوة نعبد الله الواحد ونحن الآن مدعونا لكي نكون منفتحين ومضيافين مع الجميع كأعضاء في العائلة البشرية الواحدة وتابع الأب الأقدس يقول إن الحوار الصادق والمحترم بين المسيحيين والمسلمين بشكل خاص هو واجب بالنسبة لنا نحن الذين نريد أن نطيع إرادة الله وإن إرادة الآب هي أن يساعد أبنائه بعضهم بعضا وإذ وجدت بينهم أي صعوبة أو سوء تفاهم أن يتوصلوا إلى اتفاق بالتواضع والصبر ومضى قداسته قائلا للجميع الحق في حرية الضمير والدين وعلى كل إنسان أن يكون حرا تماما فيما يتعلق بخيارته الدينية مشيرا إلى أن العالم في هذه المرحلة التاريخية يحتاج إلى مؤمنين متماسكين يلتزمون ببناء السلام الاجتماعي والعالمي والحفاظ عليه في روما التقت وسائل الإعلام الفاتيكانية بغبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطرييرك القدس للاتينة وحاورته حول الأوضاع التي تشهدها الأرض المقدسة فقال الوضع بشكل عام لا يزال متدهورا للغاية ومدينة غزة مدمرة والضحايا المدنيون كثيرون ولا يبدو لي أن المفاوضات ستؤدي إلى شيء وكافة التوقعات ليست مشجعة للغاية وأضاف هناك حرب مستمرة وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم مقدار صدمة الحرب التي أثرت على الجميع ومن الناحية الاقتصادية قال الكاردينال بيتسابالا هناك حالة من الشلل والعمل في الأرض المقدسة نادر ومعدوم وهذا يجعل أفاق الهجرة جذابة بشكل متزايد خاصة بالنسبة المسيحيين وأضاف غبطته إن صنع السلام في هذه اللحظة يبدو هدفا بعيد المنال ويتعين على الساسة والمجتمع الدولي أن يعملوا على وقف الصراع والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء بمفاوضات جادة تفضي إلى سلام دائم وشامل ترأسها سيادة المطران خريستوفرس مطران الأردن للروم الأرثلوكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة النبي إشعياء في مدينة جرش الأثرية بعد مرور عقود طويلة من العصر الرومي البيزنطي شارك سيادته في الخدمة عدد من الأباء الكهنة بحضور أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين وعدد من أبناء الكنيسة من مختلف محافظات المملكة وفي كلمته أشار سيادته إلى وجود 23 كنيسة اكتشفت في مدينة جرش وهي مسمات باسم العديد من الأنبياء والقديسين الأردنيين مشيدا بنفس الوقت باهتمام جلالة الملكة عبد الله الثاني بالسياحة الدينية لأرض الأردن المقدسة واهتمام وزارة السياحة وكل الجهات الرسمية لإقامة خدمة القداس الإلهي في هذه الكنائس الأثرية بطلع حوالي وأنا جاي الصبح كانوا يحكولي خمسة عشر كنيسة بهذا المكان اللي نحن موجودين فيه بجرش الأثرية نعم أبنائي هاي هي بلادنا المقدسة وهذا هو أردننا الحبيب اللي هو بلاد مقدسة اليوم بإقامتنا للقداس الإلهي بهذا المكان المقدس النبي أشعياء من العهد القديم هو معنا لأنه الكنيسة اللي نحن موجودين فيها بتحمل اسمه رح نروح بعدين على كنيسة القديسين كوزما وذاميانوس اللي هم أردنيي الموطن وقبورهم موجودة عنا في بلادنا المقدسة أبنائي اللي خلاني مع إخوتي الكهنة وبالبطرياركية المقدسية بالتعاون مع كل الجهات اللي موجودة بأردننا الحبيب إننا نعمل خدمة القداس الإلهي بأماكننا المقدسة الأثارية اللي خلانا نعمل هيك هو هاد الإحساس اللي موجود فينا إننا لازم نفعل قديسي بلادنا حتى يشفعوا فينا وبالتالي من خلال هاي العودة الروحية للجذور إننا نقدر ندعو كل العالم إنه يزور حتى يتقدس من بلادنا المقدسة اللي عاش فيها الرب والمخلص يسوع المسيح وفيها اجترم عجائب عديدة وكثيرة وفيها تعمد في نهر الأردن وقبلها ولد في مغارة بيت لحم الخلاصية امتدادا إلى كل الأماكن المقدسة اللي جزء لا بأس فيه نعم ربما مخفي ولكن هو موجود هون في الأردن وعلينا واجبنا الروحي قبل الوطني إننا نحن نبرز هاي الأماكن المقدسة لأنه مش فقط فيها تاريخنا ولكن فيها هويتنا الوجودية كمسيحيي لهاي البلاد المقدسة مقرونة بعيش مشترك مع إخوتنا المسلمين ألف وأربعمائة سنة امتدادا ليومنا الحاضر بحماية ورعاية إلهنا القائم من بين الأموات ولكن بدمن الرعاية الهاشمية ووصاية جلالة سيدنا الملك عبد الله المعظم على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية على صعيد آخر وبحضور المطراني خريستوفروس أعلن عن إطلاق الأمانة العامة للشبيبة الأرثوذكسية في الأردن وذلك في قاعة الكاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية بدأ اللقاء بخدمة القداس الإلهي ثم استمع الجميع لكلمة لقدس الأب أفثيميوس الأب الروحي للأمانة العامة للشبيبة الأرثوذكسية وبعدها جرت الانتخابات أمام الجميع وبعد أعلان النتائج هنأ سيادته الهيئة الإدارية المنتخبة متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأكد سيادته خلال اللقاء أن على الشبيبة أن تعمل بروح الفرح وأوصل حاضرين بالالتفاف حول الكنيسة أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية فرض إسرائيلي ضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة ورفضت الخارجية في بيان لها هذه الإجراءات غير القانونية ضد الوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة ونبهت إلى أن الاعتداءات ضد المسيحيين ورجال الدين هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه الأساس تقويد الوجود المسيحي وتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني وثمنت الخارجية مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الإجراءات غير القانونية ودعت دول العالم لدعم مواقف الكنائس والتدخل لوقفه ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات المجلس الأمن والأمم المتحدة والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس كما طالبت جميع الدول والمنظمات الدولية وجميع المؤسسات المسيحية وغيرها لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل للتواقف عن استهداف الكنائس في الأراضي المقدسة استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائي نورساد الأب عماد طوال كاهن رعية اللاتين الفحيص حيث ركزت الحلقة على التحديات التي تواجهها العملية التعليمية في المدارس المسيحية في الأردن بحيث يتمحور التركيز بالدرجة الأولى على تأهيل المعلم ويليه الطالب ثم الأهل مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الهوية المسيحية التي ينبغي أن تكون ملتصقة بالكنيسة كونوا معنا نحن من بداية المدارس كان الرجال يكونوا في الأحراثة أو في الزراعة أو أي شغل أما البنت في الدار ووجود رهبات الوردية أرسالية محلية كانت تكون قريبة من الفتاة بالعقلية الشرقية نعم ومن ثم انتقلت المدارس حتى نحكي عن الموضوع الهوية فيه كاتب أمريكاني اسمه سايمون سينك عم الكتاب اسمه كيف نبدأ بلماذا 2009 وترجم في مكتب الجرير في أبو ظبي حديثا هو كان بالإنجليزي نعم وبحكي فيه عن الدائرة الذهبية شو الدائرة الذهبية الدائرة الذهبية مكونة من ثلاث دوائر what how why what ماذا how لماذا كيف وwhy لماذا وأنا حاولت أصيخها عن مدارسنا هاي النظرية نعم انه ماذا الكل بعرف شو بعملوا مدارسنا كل بعرف how بعض المتخصين بعرفوا انه شو الأساليب التربوية اللي بقوموا فيها شو الاتجاهات شو الأساليب why بجوز ما كل اللي بعرفوا ليش احنا موجودين ليش موجودين السؤال المطروح الأكبر انه هل مدارسنا اللي أنشأت اليوم هي موجودة لنفس الهدف اللي أنشأت فيه هل الرسالة اللي أنشأت فيه حسب الهوية هل نقوم فيها الآن إذا بنتفرج على مدارسنا المدارسنا نوعين المدارس المسيحية بكون موضوعنا خصو المدارس المسيحية مدارس تديرها مؤسسات ورحبنيات وفي مدارس رعوية فيه لها البعد الرعوي نعم الآن مع التحديات المعاصرة صار أغلبية اتجاهاتنا اتجاهات أكاديمية قبل الاتجاهات التربوية الروحية ما بدك تقول يعني بعيد عن التجارية بدناك تقول تجارية هلأ هلأ التجارية مش بهالساعة الكبيرة نعم لأنه بدنا ندرس كمان المعاشات والنقصات نعم اللي بيصير الآن انه التربية الدينية بطرة تنحط من الأولويات في مدارسنا في القديم كان الكاهن والراهبة كان هم يديروا كل شي وهم المعلمين مع المؤتمر التربوي سنة 1987 الدولة الأردنية طورت وطلع مؤتمر قوي صار فيه أكثر من مؤتمر على مراحل مؤتمر في البحر الميت مؤتمر أريحة ومؤتمر التربوي 1987 هذا الأقوى واحد صار بعديها مؤتمرات سنوية كل شي في المؤتمر التربوي سنة 1987 الدولة الأردنية أقررت قانون أنه يمنع تعيين جديد لأي مدير مدرسة إلا يكون حاصل على دبلوم عالي أو ماجستير على ضوء الاجتماع الحادي عشر الذي عقده سابقا لقضاطهم وموظفين المحكمة الكنسية لمطرانية الروم الكاثوريك في عمان صرح الأب الأرشمندريت الدكتور بسام شحاتيد أن نتائج الاجتماع الذي حضره عدد من الأباء الكهنة والمحامين والموظفين أسفرت عن تطوير عمل المحكمة والتنظيم والتخطيط لها للمستقبل بحيث تم عمل نسخ إلكترونية للقرارات الصادرة منذ تأسيس المحكمة وتصميم برنامج إلكتروني لتسجيل القضايا وأرشفتها إلكترونياً كما تمت الموافقة على شراء شاشات وحواسيب إلكترونية لتزويد قاعات المحكمة بها زار ألف حاج المسيحي من جمهورية نيجيريا مقام النبي إليا في موقع مارلياس الديني الأثري وقد أدى الحجاج الصلوات والتراتيل وجال في الموقع الذي تم تجهيزه من قبل كوادر مديريتي السياحة والأثار في المحافظة وثمن الحجاج الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية لتمكينهم بسهولة من الحج للموقع الذي يعتبر أحد المواقع المعتمدة من الفاتيكان للحج المسيحي في المحافظة إضافة إلى مزار سيدة الجبل في عنجرة وأشاد الحجاج النيجيريون بالأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن داعين الله أن يحفظ المملكة رمزا للسلام والمحبة دمنا رسالة المعهد الإكليريكي البطرياركي اللاتينية في تجيع الشباب على البحث والإصغاء لدعوة الله في حياتهم وبدعوة من الأب خالد قمو مسؤول الدعوات في الأردن نظم المعهد زيارات للرعاية في المملكة ابتدأها بمدينة الحصن تلاها الوسية والإسماكية وتناولت اللقاءات مواضيع تخص الدعوة بشكل عام والدعوة إلى الكهنوت المقدس بشكل خاص تخلل اللقاءات خبرة حياة لعدد من الطلبة الإكليريكيين وقد أحيت فرقة الشبيبة في الأردن اللقاءات بترتيل وأنشيد روحية توجه حوالي خمسين ألف طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة في محافظات الضفة الغربية المحتلة باستثناء طلبة قطاع غزة وقد أقامت شبيبة القديس نيقولاوس خدمة الابتهال على نية نجاحهم وذلك في كنيسة والدة الإله في مدينة بيت جالة المزيد في رسالة الأرض المقدسة إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني أقامت شبيبة القديس نيقولاوس الأرتدوكسية البيت جالية خدمة البركليسي الابتهال إلى والدة الإله الكلية القداسة على نية نجاح طلاب الثانوية العامة التوجيهي وذلك في كنيسة ميلادي والدة الإله في مدينة بيت جالة ترأس الخدمة قدس الأب القنموس بولوس العلام الأب الروحي للشبيبة والجوقة وبحضور الطلاب المتقدمين للثانوية العامة من أبناء الكنيسة ألقى الأب العلام كلمة الروحية لها معاني عميقة وعدى عن نجاح الطالب المؤمن الصبور المثابر المتمسكي بالإيمان نتمنى اليوم في صلاتنا اللي راح نرفعها من أجل طلاب الجالسين على مقاعدة توجيهي في العالم العربي أجمع وفي فلسطين بالأخص وأحبتنا نخصص كمان لأحبتنا موجودين في مقاعدة الدراسة في منطقة بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور وخاصة نذكر أيضا شبيبة القدس نيكولاوس اللي أنا راعي لهذه الشبيبة كأبروح لها وكراعي لكنيسة بيت جالة أردوكسية نتمنى النجاح ولكن نطلب أيضا من طلابنا أن يتأنوا بالامتحانات يصبروا بالامتحانات مع الصلاة والصلاة هي مفتاح الفرج كما يقول الكتاب المقدس لأننا إن لم نصلي لا يعطينا لله الحكمة أو الضرر السماوية حتى نستطيع أن نصل إلى الهدف الأسمى وبعد الانتهاء من خدمة البركليسي استقبلت الشبيبة المشاركين في الخدمة في قاعة الكنيسة للضيافة وأقيمت جلسة حوارية للطلاب مع الأقونموس العلام في أمور تخص حياتهم ومستقبلهم وكيفية الإنخراط في المجتمع وتمنى لهم النجاح في حياتهم العلمية والعملية نحن نوجه رسالة للطلاب الثانوية العامة في فلسطين وفي البلاد العربية إنهم أهم شيء هلأ حاليا لأنه مش ضايل الوقت كتير لامتحان الثانوية اللي هو التخطيط الجيد أهم شيء استغلال الوقت إنهم مبكرا الصهر الكتير يعني يمكن يجهد للعقل لكن إذا خططنا منيح بيكون يعني بيكون ممتاز بنفس الوقت إنه نتكل عرب العالمين لأنه أكيد رب العالمين بدعمنا وإحنا هاي جهودنا ما رح تكون تضيع أخصارها لأنه هذا جهود سنوات التنوية العامة هو ثمار سنوات من الاجتهاد والمثابرة لكن لو حتى خلال الفترات السابقة ما كنا مشتهديين لسه في معنا وقت إنه وزي ما أنا أحكيت ننظم وقتنا ونتك العرب العالمين للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة ميلاد والدة الإله بيت جالة شارك غبطة الكاردينال لويس روفايل ساكو في ندوة لمواجهة خطابات الكراهية بحضور نخبة من رجال الدين والخبراء والإعلاميين وفي محاضرته قال غبطته يعيش عالمنا أزمات متراكمة وحملة من التضليل الفكري والديني وتراجعا للقيم والحوار والتفاهم ومن المؤسف أن الإنجرار وراء التطرف والموروثات الخاطئة هو السائد في المنطقة إذا ثمت حاجة أكثر من ذي قبل لخلق شعور جماعي مشترك بأهمية الثقافة الوسطية والاعتدال والسلام وناشد الكاردينال ساكو المرجعيات الدينية بالعمل على التوعية الدينية الصحيحة مستلهمة قيم الإنجيل والقرآن والمبادئ الأخلاقية المشتركة مشددا بنفس الوقت على ضرورة تغيير المناهج التعليمية الحالية بمناهج واعية ومنفتحة على الآخر والاعتراف به وقبوله كأخ وكمواطن بحيث تركز هذه المناهج على الأخلاق الحميدة واحترام الناس أسرة فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير في لبنان والأردن وفلسطين وكافة دول الانتشار بأحر التعاز القلبية من زميلتهم عطوفة الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لمكتب الفضائية في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بوفاة والدها السيد فيكتور السمعان حتر وجد كل من ريبيكا وزيد عودي مقدمي نشرة الأخبار متضرعين لله العلي القدير أن يسكن روحه الطاهرة مع أرواح القديسين الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا قدم برنامج صباحكم نور حلقة جديدة من إعداد وتقديم الأبجر شريحة بعنوان العنصرة معاني ودللات وقد استضافت برنامج الإيكونوموس الدكتور إبراهيم دبور راعي كنيسة الدخول السيد إلى الهيكل الصوفية وقد تناولت الحلقة قصة الرسل المذكورة في أعمال الرسل والتي تشمل رموزا عدة تدل على الروح القدس ويشكل حدث العنصرة محطة مفصلية في تاريخ البشرية حيث تحتفل به العائلات الكنسية بعد خمسين يوما من عيد الفصح المجيد كل منها بحسب طقصها وعقيدتها فإلى هناك أبونا لماذا هذا الاقتباس من العهد العتيق لمصطلح العنصرة أو العنصريت باللغة العبرانية نحن نعلم أنه حدث حلول الروح القدس على التلاميذ حلول الروح القدس فكلمة العنصرة هي على ما يبدو اقتباس من العهد القديم فنماذا هذا الاقتباس كلمة العنصرة هي آتية من الاجتماع فهي التي توحد الجميع بحلول الروح القدس اليهود كان عندهم ثلاث أعياد وكل شيء في العهد القديم كان يمثل ظل للعهد الجديد العهد القديم كان عندهم ثلاث أعياد مهمة جدا اللي هم عيد الفصح وعيد العنصرة وعيد المضاء ونحن بالمسيحية مقابل هذه الأعياد أن عيد الفصح اليهود عندهم عيد الفصح يعني تحررهم من عبودية فرعون ومصر وعبورهم البحر الأحمر وبالتالي بيوم الخمسين من عبورهم البحر الأحمر موسى صعد إلى جبل حريب وربنا فتح السماء وعطاه الوصايا العشرة والناموس والشريعة وبالمقابل احنا عندنا فصحنا المسيح اللي هو دخلنا وعبرنا بالمسيح من الموت إلى الحياة وبالتالي هو فصح قيامتنا وهو فصح خلاصنا والعنصرة هي حلول للروح القدس يعني فتحة السماء هناك أعطى الله الوصايا العشرة لموسى وهنا الله يفتح السموات لكي يحل الروح القدس على المؤمنين وعلى الكنيسة جمعا أبونا إبراهيم كيف اليوم أنت تصلي وأنت تستذكر هذه المناسبة هذا الحدث الجلل حدث العنصرة كيف ترى المشهد إذا أردنا أن نجيب على أسئلة الناس من الناحية الطبيعية من الناحية هل هذه الأحداث هي كانت في ما أريد أن أحكي مخيلة الرسول لكن هي كانت في حدث خاص يعني عين الإيمان هي التي تشاهد قد يأتي إنسان عادي يشوف بقولك تمثال العذرة في أبصر وين تحرك أيقوني بتنزل زيت بيجي الكنيسة ما بتتسرع بهذه الأحداث اللي إحنا نسميها الميتافيزيك تقعد سنوات مرات عشرات السنوات تدرس حالات حصلات تقول هذا قديس وهذا كذا هذا جسد ومتحلى حدث العنصرة أبونا بديش أطول عليك بشرح السؤال ولكن بشكل مباشر حدث العنصرة من الناحية الطبيعية ماذا يعتقد في أبونا إبراهيم حدث العنصرة يعني صح كلمة حدث العنصرة لم تكن حدثا عابرا ولم تكن فقط عجيبة أو حلول روح قدس على 12 تلميذ أو على 120 واحد الموجودين هذا الشيء الأباء القديسين برفضوه كلية وليس حدث عابر هو اجتماع الرسل والتلاميذ وحلول روح القدس عليهم وبالتالي حل روح القدس على الكنيسة جمعة بعلمون الأباء القديسين أنه زي ما التجسد صار مرة واحدة زي ما الصلب والقيامة صارت مرة واحدة زي ما القيامة صارت مرة واحدة هكذا العنصرة حلول روح القدس صار مرة واحدة بالتالي حل روح القدس في علية سيون أصبحت علية سيون هي المعمودية الذين اعتمدوا بها بالروح والنار وبالتالي ليس هو حدث فقط 12 رسول 12 رسول هم يرمزون إلى أصباط إسرائيل 12 أصباط إسرائيل 12 كان يمثلون اليهود كل ياتهم والرسل في العنصرة يمثلون الكنيسة كلها جمعاء جمعاء وبتلاحظ في حلول روح قدس بشكل هيئة السنينارية ليست هي نار مادية حقيقية وإنما هيئة السنينارية كانوا يشوفوا كل واحد عليه هذا الروح القدس إذن هذا الحلول هو حلول للكنيسة جمعاء وبالتالي منلاحظ في أيقونة العنصرة موجود مع الرسل كمان بورس الرسول منشوف لوقة ومرقص الإنجليين فلتلاحظ أنه الإنجليين يحملون الكلمة وبورس الرسول يحمل الكلمة طب بورس الرسول في وقت العنصرة ما كانش معهم إذن ليس هو حدث تاريخي عابر وإنما هو حدث كياني اللي هو حل روح القدس على الكنيسة جمعاء وبالتالي هذا الحلول كان من أجل أن يكون الروح القدس له عمليين العمل الأول هو المعزي بمعنيين المعزي بمعنى المدافع المدافع نعم مدافع ما تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولا تخافوا من إيش بدكم تتكلموا لأنه روح أبيكم الذي يتكلم فيكم إذن هو لا يتكلم عنه روح أبيكم الذي يتكلم معكم لا روح أبيكم يتكلم فيكم لأن الروح القدس لما يصير في داخل الإنسان هو الذي يتكلم منه إذن هو الذي يدافع إذن هنا المعنى المعزي بالمعنى الأول هو المدافع المدافع وبالتالي هو يدافع عنه هو الذي يتكلم فينا الناحي الآخر هو الذي يقوينا لأنكم عندكم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد إذن إذن لما إحنا نتعرض للاتغضات إذن روح القدس هو المعزي الذي يقوينا بالتالي حدث العنصرة هو حدث للكنيسة جمعة إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها البابا فرانسيس على كل إنسان أن يكون حرا فيما يتعلق بخيارته الدينية الكاردنال بيتسابالا نقف دائما إلى جانب من يعملون من أجل الخير الخارجية الفلسطينية تدين فرض ضرائب على الكنائس في الأراضي المقدسة للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نورساتجو.org طابت أوقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر